السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام موضوع فيديو اليوم وهو عن الصدمة وهو الموضوع الذي يحتل غالبية مربئة طويلة اما المحترفين او المتدئين وهو حالة الصدمة فهي تعتبر هذه الصدمة تعتبر نتيجة عن كثير من التأثيرات والعوامل التي تؤدي لتؤدي الطائر وتصيبه بصدمة شديدة كما قلنا ويمكن للطائر ايضا ان يصاب بكآبة شديدة تظهر عليه بمجرد حدود الصدمة ويصبح الطائر بعد ذلك شريدا او خاملا فتجد ان الطائر ينفو شريشة ونائم فقط وحالة الصدمة تأتي مثلا من سقوط القفص سقوط القفص او مهاجمة حيوان له للقفص او للطائر كالقطات والكلاب وطيور الجارحة للناس الذين يضعون طيورهم بالبالاكونة او بنوافد فان الطائر فان الطائر يمكن ان يهجوم عليه احد الطائر مفترسة فيدخلوا في صدمة او عندما تفاجي الطائر اثناء نومي في الليل بصوش عالي او تسقط القفص كما قلنا في الاول فهذا ايضا يصابه بالصدمة ويمكن الطائر ان يفقد جميع ريشات الاجنيحة الاثناء عشر لان الطائر الكناري او اي طائر لديه في ريشات اجنيحتي تتكون من اثناء عشر ريشات وقد تسقط من الريشات لوحدها كأنه يدخل في مرحلة الغياء اما بالنسبة للذكر فقد تفقد التغريد لمدة طويلة جدا قد تصل في بعض احيان لسنتين وهذا نتيج عن الصدمة التي تعرض لها الطائر ولم يخرج منها ويمكن يخرج منها بعد وقد تكون الصدمة عن طريق ظاهرة مثل تغيير مثل تغيير شديد في درجة الحرارة مثل عندما يكون الجو باردا فيصبحوا حارا فجأة او الجو حارا فيصبحوا باردا العكس انتم تعرفون فمثلا المربين الذين يضعون المكيفات الهوائية فيكون الجو حارا فيقلبونها باردا في لحظة اولي واهلة كما قلت خاصة نتين في فصل الصيف في حيث قد تتغر درجة الحرارة بصفة مفاجئة كذلك تغيير نظام الغذائي او عدم توجود الماء والغذاء لفترة طاويلة من الوقت مما يعرض الطائر في هذه الحالات الى الخوف كما ان هناك عوامل اخرى تحدث عند هذه الصدمة لدى الطائر وهي الصدمة النفسية مثل الشجار الشجار الذكور او الاناس في القفص من اجل منطقة الشاشش او الريادة او الزعامة فبعض الذكور تريد ان تأخذ ان تغطي السلطة لطيور الكنار الاخرى فتقوموا بصراع بينها وهذا قد يؤدي في بعض الاحيان الى اصابة الطائر بجروح خطيرة والان سوف اتحدث لكم عن علاج الصدمة عند القنار عند حدود صدمة صدمة سقوط القفص او مهاجمته من طرف احد الحيوانات نحاول القيام به هو رش الطائر ببخاخ البخاخات التي تشارع عندنا هنا بالمغرب تقريبا 5 دولارات تقريبا 5 دراهم اي 0.5 دولارات ونحاول امتساس الضغط الذي يشعر به الطائر ثم يجي بالانتباه لطريقة الانتقاط الطائر بأيدينا من القفض وسوف اضع لكم فيديو او صورة لطريقة الامساك بالطائر ونقوم بانتقاطها كما قلنا بلطف ونقوم باطلاقها في غرفة خالية غير مليئة بالأجاج ليطير قليل ويسعيد يتوازنه ونشاطه من اجل تخفيف وقع الصدمة عليه وان رفض الطيران فنحاول ارغامه على ذلك لان اطلاق صراح الطائر يشعره بالامان والطمئنينة ويخفف عنه وقع الصدمة كما يمكن يمكن ان نضع بعض ورق النعناء في المسرفية مع التغيير كل 24 ساو السمراء بتقديمها يمدش خمسة أيام ونقوم بتغطية القفص بقماش أبيض ليحس الطائر بالامان في القفص ونقدم للطائر الفيتامينات حتى نساعده على صدواء تعويض بعض العناصر التي من المحتمل انه يفقدها خلال فترة الصدمة وانا انصح بوضع قطع اوراق النعناء بالمسرفية فهي جيدة جدا في مرحلة الصدمة لانها تخفف عن الطائر بعض الشيء والان سننسو جاهكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة